تقدمت الحكومة الفلسطينية باستقالتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأشر الرئيس الوزراء محمد أشليا أن هذا القرار يأتي في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الدفقة الغربية أود أن أبلغ المجلس الكريم وشعبنا العظيم أنني وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس وذلك يوم الثلاثاء الماضي عشرين اثنين أربعة وعشرين واليوم أتقدم بها خطيا يأتي هذا القرار على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة ومن إبادة جماعية ومحاولات التهجير القصري والتجويع في غزة وتكثيف الاستيطان وإرهاب المستعمرين وإجتياحات متكررة في القدس والضفة للمخيمات والقرى والمدن وإعادة احتلالها ترجمة نانسي قنقر